مرحبا فيكم حبايبي ببرج الجدي خلينا نشوف الطاقة العامة لإلك كيف حد تكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار فطاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى إنه كان تعبان يعني شعر فه كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوية عن العاطفة رح تروح يمكن أنت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأوا شغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد وراه مفتاح فنبين إنه كل واحد عارف مفتاح الثاني وكأنكم إلكم فترة طويلة عم بتكون مع إنه هاي الفراقة مش عاطفية بس بيّنت فيها العاطفة بشوف هون تينين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل الصورة يعني مش بس صورة يعني على علاقة فلسية بهرب منها أنا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي الطاقات عم بتكون قبل ما أنسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية أكتريتها طبعا أنا بحكي بيّن عنا بالجهتين مع إنه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيّن عنا إنه فيه بالماضي خلينا نقول أو ببداية الفترة هاي رح تستمر شوي العلاقة الثالثة أو الطرف الثالث بعدها رح يكون اللي هو أنت معاك مفتاح معين بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار أو قربت كتير من الانتصار زي ما قولنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الاتصار لإلك بجنبهم يعني ملاصق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن أو عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الإشي من زمان وهلأ عم بيتحقق أو إنه منزل جديد أساسا يعني مش إنه ما كان عندك يعني مسكن وصار فيه عندك أو كنت مستأجر أصطي وما كان وهلأ صار فيه عندك بيت أو عم تنوي على هذا الإشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بإيدك المفتاح هذا أو ممكن يكون مفتاح سيارة أو مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون فشي حلو كتير بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس أنه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي أساساً متبادلة رح تحاولوا أنه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي الناس اللي سافرت أساساً أوريدي من برج الجدي ما توفقت إذا كانوا سافروا بأول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا أنا بقولهم أصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد فما تخافوا أو كزا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن أنك الرجوع للشغل معين أنت تركته لبلد معين فيه ببالك شي كبير مصيري أو الرجوع للحبيب ولكن معلقه يعني تاركه على ربنا وكأنك أنت حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول أنك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايدي يعني ممكن تكون بشكل عام ما عم تقدر تسحرك هاي الفترة فيه أمور رابطيتك ولكن أنت جاهز جاهز للتغيير فيه تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام الصحة طلعت عندنا حلو كتير طيب نفتح اللي هو بأي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة مقلوب خليه مقلوب آه الكروت كلها مقلوبة بس هذا خليه مقلوب مش مشكلة ليش يجد يحب تعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في البط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بيغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري ب لا انا بقول لك امسك عصابك هاي الفترة عم بتكون صعبة على كتير من الناس فامسك عصابك عبين ما يصير في ومبين انه فيه تغييرات حلوة لقدام شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلع كتير حلو لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعب الورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقول لك الورق انه الشغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة لك وكنت يعني حاسة انها بعيدة طبعا ان بحكي على العاطفة فهي لا ممكن تكون بين ايديك هون بشوف الطرف التاني حاسس انه كتير تعبان كتير حاسس حالو ضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح او النهار بيكون عم يشتغل بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كزا كمان في مراقبة من الطرف التاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الادمان عم يزعج الطرف الآخر او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه فهي الفترة مناسبة اذا كنت نهوي تترك ادمان على شي معين انا ما بقول يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على اي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف فيه الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأسر عم بيأسر او عم بتفرج او عم بيراقب او عم بيحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما عم بشوف له تأثير كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى بأي موضوع من المواضيع اي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة ما حدا حواليك يمكن تعمل ميدتيشن يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل هاي الفترة والله يريت يعني لانه شايفي فيه سترس كتير انت يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة في كتير ناس الحبيب راح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف زي اللي متأكد انه انت راح تصده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما راح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن او في يعني جواته هيك حاسس انه انت ما راح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايفي فيه تغييرات كبيرة راح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك راح تنفتح بشوف فيه شخص ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن اشخاص ممكن تكون ببراج هوائية او نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط اه على فكرة انت شخص يعني ما يخفي جواتك او يعني اه عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير رومانسية ما بعرف ليش ما عم تعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيد فانا شايفيتك بتحب الشخص الاخر اه بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاعر مش عارف ليش يعني اه الطرف الثاني بتهيألي طرف يعني يستحق فليش انت عم بتت يعني بتعامل معاه بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تضبيط للامور فيه تصحيح للامور طيب ناخد اه نصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوية مش عارفة لا البرج اللي هو استعين بالاخرين استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بيدك اه حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لأ انه انه انت قدها وانه انه انت ما عندك شي بس لا بيقولك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي لانك تخاف او مهما كانت عندك تجارب شوي سلبية في حياتك هذه نفس الشي بيقولك بيقولك مش عيب انك تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضروري قدام حدا يزدك لحالك بس طلع مشاعرك ما تضلك يعني مضوط في الموضوع اي موضوع كان شوف بيقولك اهتم في حالك اكتر اكتر ما تهتم بالاطراف الثاني خلص بيكفي انه عطاء 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 يعني حاولت اا تعمل اا اكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف انه طلعلك هادا الكرت هون بيقولك انه انت راح تكون في يوم من الايام شخص صاحب سلطة هذا لا يعني بس انه في العمل ممكن يكون على على العاطفة يعني انك انت تكون معاك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشال ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هادا طلع مقلوب اها قلت طلع مقلوب انت بتفكر طول الوقت بتقنيب الضمير بانه انت خلينا نقول مذنب بس اطلع الكرت مقلوب انت مش مذنب لا انت بالعكس يعني بس كالعادة في علاقة ثلاثية بيني في الكرت حتى هون بيّنت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على القراءات يعني حتى بالنصائح بيّن عنا فانا مش عارفة شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها طرف ثالث واحرقها يعني اطلعها من الورق المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك صح انه بداخلك هذا الاشي ما بتطلعه كالعادة ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتقنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا ما يعني ما تحس بتقنيب الضمير ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت النصيحة حبايب وبرج الجديد بشوفكم بالشراء